سؤال اليوم من وجهة نظرك إيش هو توجه روكستار جيمز الحال أهلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعون لكم بمقطع جديد ومقطع زلها طبعا زي ما وعدناكم بمجرد ما تطلع أخبار عن جي تي اي سيكس رح نغطيها لكم مباشرة وفعلا بعد تحديث الكايوبوريكو هايست الجي تي اي اونلاين طلع بعض الكلام الرسمي من روكستار جيمز والأشخاص المسؤولين فيها أخبار عن جي تي اي سيكس وإيش وضعها وإيش مستقبلها وإيش توجه روكستار جيمز الحالي لذلك رح نتكلم عن الموضوع بالكامل ومن الألف للياء فخلونا نخش سويا في المقطع طيب زي ما تعرفون روكستار جيمز لم تعد كسابق عهدها وفترتها الذهبية واللي فيها كانت تنزل كل سنة لعبة أو لعبتين الوضع تغير تماما تماما التطوير سابقا كان سهل الآن الوضع الثاني والتطوير يعني كل ماله يصير أصعب وأطول والوضع هذا يتطور أكثر وأكثر مع مرور الزمن ومرور السنين لذلك انت تشوف الشركات تاخذ وقت أطول في تطوير لعبة واحدة بعض الشركات تاخذ ثمانية تسع سنين في لعبة واحدة طبعا روكستار جيمز منذ 2014 كلنا نعرف انه تركيزهم كان عالي وعالي جدا على جي تي اي اونلاين وهذا الأمر خلى بعض اللاعبين وبعض المحبين يظنون انه والله هذا هو توجه روكستار جيمز الجديد وانهم رح يسحبون على طور القصة والقصص المميزة اللي كلنا حبينا السلسلة بسبب هذه القصص وهذا الأمر صراحة حتى أنا بين فترة وفترة يعني يمر عليها وأفكر فيه هل روكستار جيمز يعني توجهها الجديد هو الاعتماد أكثر وأكثر على ألعاب الأونلاين وتحديدا جي تي اي اونلاين ويعني إبعاد النظر ولو جزئيا عن القصص وقوتها هذا الأمر دائما ما كان يدور في بالي لكن يا أخوان علينا أننا نفهم الحقيقة والوضع الفعلي لما يحدث داخل استيديوهات روكستار جيمز واليوم رح نفهم الوضع سويا طيب كلنا نعرف أنه جي تي اي سيكس بدأ مشروعها وتطويره منذ 2012 تقريبا ومنذ ذلك الوقت ترى يا أخوان روكستار جيمز تراها تجرب أشياء وأفكار وأغرار جي تي اي سيكس في جي تي اي اونلاين روكستار جيمز يا أخوان حرفيا ما خذين جي تي اي اونلاين البلاي جراوند حقهم أو نقدر نقول فار التجارب فالنجاح الحالي والضخم لجي تي اي اونلاين أحد أسبابه هي جي تي اي سيكس وأفكارها وأشياءها وأكبر دليل على ذلك واللي يأكد لنا هذا الكلام هو آخر تحديث لجي تي اي اونلاين اللي هو الكايو بوريكو هايست طيب زي ما ممكن بعضكم يعرف في مارس 2018 انتشر أقوى تسريب قوي ومن مصدر قوي جدا لجي تي اي سيكس وهو تسريب بروجيكت امريكنز اللي تم العثور عليه أو تم العثور على اسمه في داخل ملفات ريدد ريدمشن 2 هذا التسريب يعتبر من أقوى التسريبات اللي انتشرت عن جي تي اي سيكس واللي جاية من مصدر قوي والتسريب كان يقول انه جي تي اي سيكس رح تكون في فيس سيتي وأيضا رح تكون في بعض من أمريكا الجنوبية نجي لي جي تي اي اونلاين وتحديدا 2020 وتحديث الكايو بوريكو هايست جزيرة الروبيو يا أخوان في تحديث الكايو بوريكو موقعها في كولومبيا وزي ما تعرفون كولومبيا هي أحد دول أمريكا الجنوبية فالتسريب تماشى مع جي تي اي اونلاين واندل على شيء فانه يدل على انه فعلا وحقيقة روكستار جيمز تجرب أشياء جي تي اي سيكس في جي تي اي اونلاين إضافة إلى ذلك يا أخوان الأشخاص اللي جربوا تحديث الكايو بوريكو هايست وراحوا للجزيرة راح يلاحظون فعلا وحقيقة انه جرافيكس الجزيرة أفضل بكثير من ما بجي تي اي اونلاين الأصلي ولوسانتوس جزيرة الروبيو الكايو بوريكو الجرافيكس فيها جدا عالي وأفضل من لوسانتوس وأتوقع انكم لاحظتوا هذا الشيء وهذا يؤكد على الكلام اللي قاعدين يقولوا وانه فعلا روكستار جيمز تجرب أشياء جي تي اي سيكس في جي تي اي اونلاين فلعبك يا أخوان لجي تي اي اونلاين يعطيك فكرة ولو بسيطة عن جي تي اي سيكس عموما قبل كم يوم مدير تصميم العالم لدى روكستار جيمز سكوت بوتشارد ومدير انتاج التصميم لدى روكستار جيمز طارق حماج صلعوا في مقابلة مع أحد المواقع الإخبارية اللي هي جي كيو ماجزين وفيه تكلموا عن تحديث الكايو بوريكو هايس وانه كيف تم تطويره وانه تم تطويره بشكل كامل من المنزل وفي فترة الحجر المنزلي ومن هذا الكلام وتكلموا عن النجاح العظيم اللي حققته جي تي اي اونلاين وكيف روكستار جيمز قاعدة تتغير وإيش توجهها الحالي وعموما لو تبغى المقالة كاملة راح ترك لك إياها في خانة الوصف مقالة جدا جدا بسيطة وجميلة وحلوة وتوضح لك عدد أشياء اللي قاعدة تصير في روكستار جيمز لكن اللي نبغاه حنا راح يكون في نهاية المقابلة عموما في نهاية المقابلة ذكروا شي جدا جدا مهم لجي تي اي سيكس وروكستار جيمز وجاوبوا على سؤال حرفيا قاعدة دور في بالي وبالك وبال كل محب لسلسلة جي تي اي واللي هو هل روكستار جيمز متوجهة إلى ترك القصرد القصصي القوي لديهم وطور القصة الأسطوري أو لا بوتشارد جاوب وقال التالي توجه سلسلة جي تي اي الحالي هو المزج بين القصة القوية والأولاين القوي والمستمر ومستقبلا هذا الأمر سيكون موجود وبتمكن عالي وهذا الأمر سوف يكون واضح وبقوة في الجزء القادم والسادس من السلسلة واللي قدومه سيكون حتمي جدا أوكي من كلام بوتشارد خوينا هذا نقدر نستنتج انه جي تي اي سيكس فعلا قيد التطوير وفعلا قادمة لنا لا محالة وهذا الكلام يا أخوان رسمي ابن رسمية طبعا وأيضا تكلم على انه توجه روكستار جيمز الحالي هو العدل بين الأولاين والأوفلاين الأولاين وطور القصة بحيث انه روكستار جيمز توجهها الحالي انه لو نزلت اشياء جديدة للأولاين او نزل تحديث جديد للأولاين بعد فترة بسيطة ينزل دي ال سي لطور القصة فهذا هو توجه روكستار جيمز الجديد انه يكون الأولاين والأوفلاين سواسية ينزل شي هنا ينزل شي في الجهة المقابلة وفي النهاية طارق حمد رد على سؤال هل روكستار جيمز رح تستمر في اطلاق الألعاب ذات السرد القصصي القوي رغم نجاح الأولاين او جي تي اي أولاين المستمر والمتصاعد طارق رد وقال بكل تأكيد بكل تأكيد وهذا يا اخوان يؤكد لنا انه مهما نجاح الأولاين ترى روكستار جيمز مستمرة على طابعها وقصصها القوية المقابلة يا اخوان صراحة يعني وضحت عدة اشياء كانت غير واضحة وضبابية عند اللاعبين وكانوا يسألون عنها فاذا كنت يعني مهتم بالمقابلة مرة اخرى رح اترك لك اياها في خانة الوصف ختاما وعشان نقفل على الموضوع قدوم جي تي اي سيكس حتما قادم بنسبة 100% نجاح جي تي اي اولاين القوي والمتصاعد لن ولم يؤثر مطلقا ونهائيا على خطة اطلاق جي تي اي سيكس جي تي اي سيكس مرسومة لها خطة ورح تجي في الوقت اللي هي مرسومة به وتقريبا هذا هو مقطعنا لليوم وفيه شفنا موضوع جدا جدا مهم يخص جي تي اي سيكس والكلام اللي دور حولها شاركونا اراءكم في خانة التعليقات على توجه روكستار جيمز الحالي طيب كده اصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة السلام عليكم اشتركوا في القناة